اشتركوا في القناة قد يكون التنوع والاختلاف فينا كبير جداً لكن لسبب ما تشعر أن الهم في داخلنا متشابه أصبح الشعور يجمعنا أصبحت الطموحات تجمعنا أصبحنا نتشارك نفس البوصلة اللي نسعى من خلالها للوصول وصناعة مجد جديد اليوم جيل التغيير يشعر أن على عاتقة مسؤولية كبيرة وهي مسؤولية طرح الكثير من الحوارات وصياغتها بالشكل اللي يجمع الأجيال على القيم النبيلة وعلى الأهداف الطموحة أيضاً واستكمالاً لهذه الحوارات أنا سعيد جداً أني أستضيف ضيفي الدكتور في جلسة إن شاء الله أنها تكون ثرية حياك الله دكتور سعيني بتواجدك معنا الله حقيق ويزيد شكراً جزيلاً شكراً لصدافتكم وإن شاء الله يعني تطلعون بشي الزمل والزميلات الله يعطيك العافية دكتور اليوم حين نستضيفك كواحد من أهم القادات في المجال التقني بصفتك أيضاً مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة علم لفترة طويلة لكن نجي علم أنا عندي سؤال الحين فضولي جداً أنت أسست قبل فترة شركة اسمها هوز شركة تتعلق بالاقتصاد السلوكي وأنا ما بيقول ليش أسستها بس خلينا نقول الاقتصاد السلوكي وارتباطه بمجالك كامل اللي بدأته في التقنية أيش علاقة هذا الأمر في مسيرتك وما هو الاقتصاد السلوكي سؤال جيد لكن يمكن في صداء تفضل كم الجملة سيصبح يمكن أنا كنت محظوظ الحقيقة في حياتي في بعدة قرارات في عام ثمانية وثمانين مشروع التخرج حق البكاريوس كان عن التعرف على الكلام التعرف على الصوات العربية فذاك الوقت طبعاً ما في حتى لا يوجد آديو للكمبيوتر بكيف الآلة تصنع القرارات في 2007 حضرت دورة تنفيذية في لندن بنز سكول عن قرارات وكان جزء من الدورة هذي يتكلم على بعض المحاضرات وورانا المحاضرة وقتها كيف أن الإنسان يخطئ في صنع القرار فاستهواني فهم كيف الإنسان يقرر أو يصنع القرار وبالذات كيف يخطئ يعني أخطاء منهجية ليست أخطاعها شوية يعني لما الواحد عنده الأسهم هذه ويرميها مرة سهم يطلع فوق مرة تحت مرة يمين مرة في النص هذا راندم ارور لكن الإنسان لما يتخيل هذه اللوحة هي القرار وفي النص هو القرار الصحيح في تحيوزات كثيرة تخلي كل أخطاء هين علمين فإذا عرفها يعرف أنه لازم يفكر طيقة مختلفة أعساس يحاول يجيب القرار صح يعني أننا نتخسرين فلسهم لا كلنا نتخسرين فلسهم يكون فيه سهم كذا والثاني يكون فيه سهم داخل وكلما تشوفونها تقول لا هذا ككبرس اللي لأسهم برا وبينما تأخذ المصدر وتقيسها تلقاهم قد بعض الخداع البصري هذا موجود مثل خداع في التفكير يعني دائماً إذا تريدون تفكير إذا لديكم موجود كبير يعني لو أسأل مشكلة تسمعون السؤال لو أسأل نص هذا كم سوى تخمين بسرعة الواحد ضرب اثنين ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة إلينا عشرة خمن لا تفكرون في الجواب أنتم الثانيين اللي هنا خمنوا عشرة ضرب تسعة ضرب ثمانية ضرب سبعة ضرب ستة إلي واحد التخمين للغرب هذي يبيكون عشرة ضعاف في الغرب هذي هو نفس السؤال بس لأنك بدأت تفكر في واحد ضرب اثنين ضرب ثلاثة ستة ضرب أربعة أربعة عشرين خلق إذا الناس كلها تقول متين ثلاثمائة بس هذا بدأ بعشرة في تسعة في ثمانية أريد يوصل ثلاثمائة وما بعد يوصل للأرقام كلها يعني الناتسرال هي مباييس لما تدخل المحل وتلقي السعر تسعة وثلاثين ريال تسعين هلا له مقصودة مقصودة عشان ما تفكر أنها أربعين ثلاثين حتى استهوان المجال هذا في 2007 وبدأت أقرأ فيه فلما طلعت من تكامل الشركة الحكومية الثانية إذا سويتها جواب مرة طويل بس ما نسيت السؤال فأسست هوز كانت بدأنا في ديجيتال كونسولتيشن كونسولتيشن والحمدلله توفقت فريق جيد تعين معنا ناس مميزين في المجال هذا وأسسنا أول وحدة تدخلات سلوكية في المملكة في وزارة الصحة والآن قبل سنة هذه أخلصنا أسسنا الوحدة الثانية في المملكة تبع وزارة الإسكان ما هي طبيعة هذه الخدمات دكتور؟ ما هي المشاريع هذه التي تتعلق بالاقتصاد السلوك وتنفع العميل؟ المشاريع هذه هي استغلال هذه التحيزات لصالح العميل استغلال هذه التحيزات لصالح الشخص نفسه فمثلاً أضرب لك مثال على التبرع بالدم مثال مرة مشهور في المجال في دولتين أوروبيات جن بعض واحدة فيها نسبة التبرع بالأعضاء التبرع بالأعضاء 98% وثانا نسبة التبرع بالأعضاء 3% حاولوا أن 3% يرفعون النسبة ما قدروا ورفعها بالتوعية إلى 5% بعدين الفرق بسيط جداً في الدولة التي نسبة عالية فيها طبعاً كل التبرع يصير عند استخراج لقصة القيادة ففيه نموذج لقصة القيادة يقول أرغب بالتبرع بالأعضاء تضع تبرع هناك تضع علامة إذا لا ترغب بالتبرع بالأعضاء مرة قوية يعني قوة الخيار الافتراضي هذه مرة ما يستهان فيها ليس بسبب أن الإنسان سهل كسول ويبغى شيء سهل سبب أعمق قليلاً الإنسان لا يريد أن يشذ على الآخرين فهو يفترض أن الناس كلهم يأخذوا الخيار الافتراضي فعساسه يروح يختار خيار غيره يبغى له يكون يعني مرة واعي ومدرك أنه يبغى يغير عن المحطوط لأنه أسهل أنه ما يختار شيء فهذا مثال بسيط اشتغلنا مثلاً في وزارة الصحة على رفع الالتزام بغسل أيدي للأطبة عالمياً عالمياً نسبة الالتزام من 75% إلى 85% في غسل الأطبة يعني الممرضين أحسن التزاماً فاشتغلنا عن المبادرات كثيرة يعني منها وضع موثقات ووضع رسائل فتدخلات السلوكية هي تدخلات قليلة الثمن وعالية التأثير تأثر في سلوك المتلقي بدون ما يحس تدفع للخيار الأصوب بدون ما يحس طيب دكتور خلينا نوجه الحوار أكثر للجانب القيادي في هذا الموضوع في التحييز المعرفي التحييز الضمني اليوم أنا كقائد أدير منظومة كبيرة كيف أتعامل مع اتخاذ القرار أو عملية صناعة اتخاذ القرار كاملة بناء على الكلام اللي اطرقت له اتخاذ القرار في العملية ستكلم هناك تحييزات لا أعلم كيف أترجو من الكلمة هناك تخيم تقنيات لتخفيف التحييزات طبعاً أول درس أ spy نعم هذا، هم الثانيين يعني الجنبي هو اللي يغطي اللي عنده تحيز اول درس ان انا وانت وانتي وانت عندكم التحيزات هذه هي شيء من ضمن الطبيعة البشري من ضمن تكوين البشري وهي يعني وجدت احيانا على اساس تسرع اتخاذ القرار عند الخطر يعني ذكر دكتور مثالي يقول لونت قاعد في غابه اسمعت صوت وانت قاعد تحلل هذا صوت ايه شيء يمكن كذا يمكن كذا بتركض هذا الركض تم بالعقل اللواعي حقك اللي هو مسؤول عن هذه الاخطاء اللي هو مسؤول عن هذه التحيزات فاول اول شيء انك تدرك انك انك معرض للتحيزات لذلك الامام الشافع يقول رأي خطأ يحتمل رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب خلك دائما منفتح انه فيه خطأ في قرارك من افضل اساليب تقليل التحيز عند القادة عند اتخاذ قرار جوهري ومصيري هو التالي يسمونه مرة ثانية بالانجليزي فضل تشريح تشريح القبلي بريمورتم يعني بعدما المجموعة تتوافق على قرار يقولون خلاص احنا قررنا ننفذ المشروع الكبير هذا يوقفون ويقعدون يتسمعون كلهم يقولون تعالوا نتخيل بعد سنة احنا نفذنا القرار هذا وفشل فشل ذريع كل واحد يكتب ما هي الأسباب التي أدت إلى فشل القرار فتجمع هذه الأسباب وتحلل وتعالج يبدأ يستعدونها المقابل لأنه في حماس القرار وحماس التنفيذ يكون كل واحد يناظر الجانب الإيجابي لا يحد يفكر في المخاطر والذي يفكر في المخاطر يقولون أنت غير متفائل أنت حفظ فالقائد الضروري يشجعهم في مرحلة معينة ليس في مرحلة معينة بعد أن يكون توجه تلسمين في المئة تم إلى دعنا نفكر في المخاطر ما هي الأشياء التي يمكن أن تصبح غلطا في هذه الرحلة تجعلها نفشل والطريقة طبعا تخيلنا فشلت تقولوا خلاص حين فشلنا فشلنا فشل ذريع ما هي الأسباب التي أدت لنا نفشل؟ والله ما بلغنا القيادات والله لم يكن هناك تواصل والله كان هناك حرب داخلية والله الموظفين مقتنعين ما قدرنا نتغير بشكل شهيد تكتب كلها ويستعدون لها من البداية ويمكن يغيرون رأيهم يقول لا والله شكل مخاطر عالي مرة بطلنا كانت لكم تجربة مع أمانة حايل في التشوه البصري نعم ما شاء الله عليك ما كانت أمانة حايل كانوا يعانون من مشكلة التشوه البصري وكان الحل التقليدي لهم أنهم يعطون مخالفات للمحلات المخالفة غرامات مالية يعني أن اللوحات لا تكون مطابقة للشكل المطلوب فأصحاب المحلات خلاص صاروا يأخذوا المخالفات هذه جزء من موزانية حقتهم ضمنوها خلاص ضمنوها ما بعد يهتمون بمساعدة الأمانة والفريق حق واحدة داقات السلوكية في الوزارة سوينا تدخل عدة تدخلات أول شيء أول شيء خطاب شخصي من الأمين باسم صاحب المحل يعني برسل مو بمحل رقم كلا لا فلان الفلاني موقع من الأمين يعني قدر لك التزامك بمعالجة تشوه البصري وعندك هذا التشوه ونقطة مهمة جدا لأن الإسان برضو ما يريد وشي سوي وعلمون عندي مشكلة وشي سوي ومقاولين اتفقنا معهم واخذنا منهم خصومات ممكن ينفذوا لك التعديل بشكل سريع تسعين في المئة أو خمسة و تسعين في المئة بعد ما كانت النسام عشرة 15 في المئة ممتاز دكتور خلينا نتوجه للجانب التقني هو الجانب الأهم في مسيرتك كنت تقول أن الشركات التقنية هي عبارة عن شركات سفر أو سياحة أو شركات نقل أو شحن وبعد ذلك أسست علم ما الرابط بينهم؟ عشان ما نكون لا شركة شحن ولا ما كنت تقصد في هذا العبارة؟ في ذاك الوقت شركات التقنية عندنا إما شركة شحن بمعنى تستورد أجهزة وتركبها عند العميل أو شركات سفر بمعنى تجيب مستشارين ينفذون المشروع أو ينفذون أبرة ويطلعون المستشارين ما كان فيه كان في سعودين متميزين في مجال التقنية بس ما كانوا يعملون في المجال التقني نفسه في التطوير كانوا يعملون إما في الجهات الحكومية كمسؤولين على التقنية كمسؤولين على التقنية يطورون في الجهات الحكومية أو كمسؤولين المبيعات في الشركات الخاصة فحنا حاولنا في علم نبني فريق تقني داخلي ويمكن ما كان كان يعني اشرح لي القصة التأسيس بس خلني أشرح لك يعني ليش ليش استفدنا من الشباب السعوديين طبعا ما علي الشباب ذاك الوقت ترك علم بدأت بمزانية محدودة جدا بدأنا بمليون ريال سلفة فأول مشروع جانا لكننا محتاجين ربط مع مركز المعلمات الوطني جانا عرض من مليون ريال أريد المليون اللي كانت عندي كان رايح منها خمسين ألف مدية سبعين ألف فاعتذرنا منهم وجبنا خبير هندي الله يذكر بخير ومجموعة السعوديين اشتغلوا مع بعض وخلصونا النظام وظهر ذاك النظام الذي سوي قبل عشرين سنة نازال يعمل حتى الآن باستخدام البرامج مفتوحة المصدر هذا شرح لي تجنبنا نكون شركة شحن أو شركة سفر وصدنا شركة تبني التقنية وتولدها كيف بدأت كيف بدأت علم علم بدأت قبلي بدأت عام 85 قبل ما نتخرج بدأت علم في مركز المعلمات الوطني اللي أسس مركز المعلمات الوطني أسسوا معها شركة شركة علم كانت اللي بحاثة التطوير اسمها وكلية الحاسب الأهلي في جامعة الملك السعود فشتغلت كانت في أمريكا تسوي بحوث وتطوير منتجات بعدين مع ظهور الانترنت مع تصار في داعي المهندسين يسافرون بره ومع أحداث 9-11 ما صار فيه سفر ففر عامريكا تقريبا سكر في ذاك الوقت والشركة ظلت يعني ما تشتغل أو مت في بداية فعرض علي دكتور خلدة طويل وقتها أني أجي أمسك الشركة فقلت خلاص نسكر فرامريكا ونبدأ صفحة جديدة تماما نركز على أمن المعلومات قفلنا الشركة القديمة وبدأت مع ثنين من الطلاب في 2 فبراير 2002 قبل أكثر من 20 سنة بدأنا علم على أساس نشتغل في أمن المعلومات اشتغلنا يمكن فترة في أمن المعلومات اكتشفنا بعدين المنجم الذهب اللي هو الخدمات الإلكترونية يعني كان في حاجة للقطاع الخاص أنه يربط بمعلومات وزارة الداخلية والداخلية ما عندها قدرة ذاك الوقت برضو يعني ميزة أخرى كانت أسعار البترول كانت نازلة مرة فما في قدرة عند الوزارة أنها تبني المنتجات اللي يحتاجها القطاع الخاص يقولون لا عندنا أولويات أخرى فجينا حين نطورنا المنتجات هذه بالربط مع مركز المعلومات وبعناها على القطاع الخاص وتدريجيا طلعنا من مجال أمن المعلومات وتغير الاسم رسميا في 2007 أظن إلى شركة العلم فقط لا عفوا في 2012 لما طلعت هنا كما قلت لكم بديت بسلفة مليون ريال وموظفين اثنين كانوا من طلابي خارجين طلعت في 2012 بسبعمائة موظف وحوالي سبعمائة مليون دخل هناك قصة دكتور اللي أنا فخور فيه هو هذا اللي فخور فيه أنها أنها تضاعفت بعدي أكثر ما شاء الله يعني لو كانت مستقرة ونزلت كانت بضايا يعني بناء شيء مستدام صراحة هو النجاح الحقيقي أعتقد دكتور الدور اللي كانت تقوم في علم بعيدا عن الأنظمة التي تبنيها كان جزء كبير هو إدارة تغيير فأنت اليوم لما تروح للقطاع العام أنت تشوف أنه فيه سيستم أو أنظمة كانت تمشي في زمن طويل وانت اليوم تقول بأتمتها بالكامل وبغيرها كيف كنت تعامل مع إدارة التغيير في هذه الجهات؟ صحيح هو إدارة التغيير هي يعني عندهم مجراءات إدارية طويلة أي صحيح إدارة التغيير جاية وشي من الوزارة من الوزارة الداخلية عندها رغبة كانت في تقليل الاعتماد على الأنصر البشري يعني في آتمتة العمليات لتقليل الاعتماد على الأنصر البشري والهدف الأساسي منه ليس تقليل التكلفة كان تقليل الفساد يعني الحد من الفساد فهذا رغبة الإدارة العليا الآن هذه الرغبة عجيبرة لتستحب Kaiser لتقليل كل المستويات إلى الإدارة الوسطة ليس فقط الإدارة العليا هؤلاء الذين يعطونك المعلومات هؤلاء الذين تعطونك لتغيير هؤلاء الذين بع leagues الذي يعطيك المعلومات للإدارة العليا لكن la tambori الذين يعطونك لتغيير هو الإدارة الوسطة لше فشلنا في كم منتج ل إنها لم تقليل الإدارة الوسطة أننا أيضا الحملة أيضا يعني على سبيل المثال في موضوع الإدارة التغيير الخروج العودة كلكم من صار ما شاء الله ما حد يذكر استيكر حق الخروج العودة أحد شاف استيكر حق الخروج العودة لا في في زين لا في الواقع لا ما توقع كان أول المقيم إذا جاي سافر الكفيل يعطي الجواز حق المعقب يروح يمسك سرعة من الصباح ويسلم الجواز وبعدين الجوازات يكتبون استيكر علي ورقة مكتوب خط اليد خروج العودة مدة شهرين تلزق في الجواز زي الفيزا زين زي الفيزا الآن استيكر على الخروج العودة وكان عليها طوابع هي القيمة المالية طابع ورقي بعدين تطور شوي صار الاستيكر هذا ينطبع طبع أهلية والفلوس حنا جينا في مرحلة كان الاستيكر هذا هو الحق الخروج العودة قصة الخروج العودة حقيقة قصة جميلة فمدير الجوازات هو يقل المراجعين للجوازات كم كانوا وقتها؟ ثلاثة مليون مراجع يمكن مليونين ثلاثة مليون مليونين مراجع يمكن في السنويين يزرون الجوازات فأول ما استغلنا قلنا خلاص من سوي كان عند النظام مقيم يخلي الشركة تشوف معلومات المكفولين فقط استعلامي شوف معلومات المكفولين لأن هذه بس ما كان يدري كان يجيه عمالة من برة ويدخلون البلد ولا يجون المكتب ففي ناس على كفالة وما يدري عنهم فعلى الأقل يعرف متى دخل يعرف فربطنا يعني خلينا حق الإتشاري قدر يشوف المعلومات هذه فأول محاولة كانوا الجوازات مصرين نحن نجيب طابعات أمنية ونعطيها الشركات ونجعلهم يطبعون التأشيرة عندهم طبعا إدارة التغيير يقول لك دائما مهم ثري وايس لازم أي إجرات تسويت سألنفسك ليش فيقول لك والله أنا أحتاجها عساس أطبع التأشيرة طيب ليش تبغي تطبع التأشيرة أبغي أطبعها عشان أكثر أمن ليش هي أكثر أمن فإذا جاوب على ثلاث أسئلة إلى ثري وايس هذا أي إجرات تسويه ثري وايس جاوب مقنع خلاص توقف إذا لم مقنع معناها ما تحتاج الإجراء هذا فإحنا قنعناهم أن ما تحتاج تطبع التأشيرة وأن الأسهل تكون الإلكترونية أخذ وقت كثير في الأخير اقتنعوا الحقين التشغيل أنه ما تحتاج نطبع التأشيرة قلنا لهم نطبعها على ورقة عادية تنحط مع الجواز وتصير هي الإثبات حق للشخص أنه عنده تأشيرة خروج عودة بس في الأخير قالنا مدير الجوازات باقي بس حقين التزوير لازم تقنعونهم عشان يعني أساس نوافق على الموضوع هذا فرحنا حقين تزوير بعد ما أشرح النظام طلعوا هم مقتنعين طلعوا يقولون هذا أحسن من نظام حقنا اليوم الصباح رحنا في الأحوال المدنية كان يتكلمونا على تبليغ الولادة نحن نذكر أنه رحنا للأحوال المدنية وفي وقتي نقول لهم نبغى المستشفى يبلغ على الولادة مسؤول في الأحوال المدنية كان يقول لنا مستحيل قلنا ليش مستحيل قال إصدار رقم مدني في النظام تجنيس منح للجنسية ما أقدر أعطي ممرض فلبيني يمنح الجنسية الآن طبعا تمت كيف تمت قنعوهم الوزارة أنه هذا أأمن من الورقة التي يجبها مكتوبة خط اليد مختومة يمكن مزورة يمكن من دقيقة ما تدري من طالعة أأمن أن المستشفى هو الذي يبلغ فأقنعناهم الحمد لله ومشت الورقة هذه ويعني بقى عادة دارت التغيير من الطبقة الوسطى لأنه لو أخذها المقيم في البداية كانت صعبة جدا لا أعلم عليك لو أخذها المقيم الورقة هذه وراح للمطار وما طلعه كارثة لا أحد من الشركات سيستخدم النظام لأنه كان خياري في ذاك الوقت يعني ما نقدر ما في عندنا أمكانية نقلبهم كلهم على النظام الإلكتروني فقلنا لي بغى يقدر يستخدم الورقة هذه النظام هذا أو اللي ما يبغى يروح يجيب استيكر التقليدي فكان في ضغط متابعة من إدارة الجوازات للموظفين أنهم يقبلونها صرت لنا غلطة مرة طبعا نبلغنا كل المنافذ التحدي في التأشيرة لماذا استيكر كان مهم الورقة لا يحتاجها لكي يطلع لأنه يطلع المعلومات في النظام في النظام من الجوازات فأصلا لا يقرأ استيكر يحتاجها وهو راجع أساس خطوط الطيران ما تركب واحد ما عنده تأشيرة لأنه يركب عليها غرابة فحنا أعطناهم الورقة وعساس برضو يكون فيه تأكيد آخر سواء نظام مشركة الطيران أونلاين يدخل لحط رقم الإقامة ويطلع لعنده تأشيرة هؤلاء فالورقة لا لها معنى لكننا نضعها نطمن الشخص أن نعنده تأشيرة ألغيت بعدين الآن الغراج العودة لا يوجد ورقة كل إلكترونيكس بلغنا كل المنافذ عن الورقة هذه ذكره نسينا نبلغ النقل الجماعي لا نتكل جماعي النقل الجماعي نستلنا نبلغ النقل الجماعي واحد راح للرياض رايح مسافر لأردن معاي رفضوا بشركة النقل الجماعية يركبون ما عندك تأشيرة والرقم ارهن المرقم قال من لا نعرفها ويهnt معتمدة في الباقي عندما ايمن في المنفذ المنفذ العائلين النقل الجماعي في الرياض ما وصلوا للمنفذ فكلمنا الرجال بعدما راح الباس فات عليها الباسو كذا فكان هو عائلته فقلنا طلع لهم تذكرة الطيران ذهابوا عودة على حسابنا سأس بس نبين للشركة انه غلطة ونكمتد لها الحمد لله طيب دكتور يمكن كل هذه الانجازات بديتها في 2002 ثلاثة اشخاص لا هذه ممكن لها لا لا يا بألحن ببداها كقصة بديتها في 2002 بثلاثة اشخاص ونهيتها في 2012 سبعمائة شخص سؤالي على الثلاثة او الاثنين اللي كانوا معاك وش طبيعة اختيارك للفريق اللي معاك وليش كانوا هذول الاثنين هم فريق التأسيس صدفة إذا تحبهم ما أدري لا اثنين كانوا طلاب عندي يعرف يعني يعرف الالتزام حقهم ومستوى الالتزام ومستوى والقدرات حقتهم يعني حنا بدأنا كنا بدين بأمن المعلومات فهم طلاب كانوا متميزين وأول ما بديت طلبت منهم يستعدون لاختبار اختبار السيكوريتي كان ذاك الوقت توابادي وقللين في السعودية إذا ما كان ما في أحد فهم ما شاء الله بدون دورات وبدون تدريب خذوا الشهادة في ثالث أشهر من عندنا وحتى يعني هذه نقطة بعد مهمة لللي لازال يدرس نظام التعليم عندنا مرة جيد بس في عيبين العيب الأول على الأقل في الجامعة أنا كنت فيها بدون أسماء ممكن الجماعات الثانية أحسن العيب الأول أنه ما يعزل ثقة الطالب بنفسها دائما أنت ما تفهم أنت كذا العيب الثاني أنه ما هو ما يخلي الطالب ما يعلم الطالب العمل الجماعي لا يعلم الطالب العمل الفردي ويعاقب العمل الجماعي فأذكر على أساس يعني ندرب هذا الزيادة تعاوننا مع شركة مشهورة في الهند تشتغل في سعودية تاتا ويبرو والله نسيتهاي واحدة منهم على أساس يخذون موظف موظفينا يشتغل في مشروع عندهم في الهند فراح سلمان سمحان في ذاك الوقت قاعد شهرين يشتغل في مشروع في الهند بس رجع شخص آخر مو بل أن أتعلم شي جديد لا قالك تشفت أن أنا أحسن واحد في التيم أخذ ثقة أكبر أخذ ثقة في نفسه أكثر طيب يمكن دكتور بعد السبعمية اليوم حنا نتكلم على شركة علم فجوابك على كيف تختار نعم تفضل يعني يعني جزء منها توفيق من الله سبحانه وتعالى وجزء منها أن يعرف الطلاب هذا ولا وجزء منها أنه هذا المتاح كان يعني توقع بادي ما تعرفش فيه وما تريدون ما تسوي بالضبط يعني كان فيه كان فيه غموظ كبير في 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 توجه علم فهذا المتاح لكن بعدين لما كبرنا شوي واستقرينا صرت أحرص على الناس اللي يكملون النقص اللي عندي يعني تقول اللي يرفع ضغطك اللي يرفع ضغطي يعني اللي يرفع ضغطي بشكل إيجابي يعني أبعد عن اليسر يسر يعني هذا التكامل مع الشخص اللي تشتغل معه جدا مهم يعني أنا مثلا بديت عدة شركات وفشلت لأنه كلنا كنا زي بعض يعني كلنا مشغولين كلنا ما عندنا وقت فأكيد بتفشل الشركة سجل تجاري وخب طيب دكتور يمكن بعد ما وصل العدد للسبعمية اليوم أو حتى في ذاك الوقت كانت تعتبر شركة ابتكار وابداع هذا النوع من الإدارة أفترض أن مختلف عن إدارة أي منظومة أخرى سواء كانت منظومة حكومية أو منظومة أو مصنع على سبيل المثال اليوم أنت قيادة هذا الفريق من المبتكرين والناس اللي تعمل على حلول أحيانا غير موجودة فهو يقدمها بحسب رغبة العميل كيف يتم؟ كيف تدير منظومة مبنية على الإبداع مبنية على الإبتكار كيف يفرقها عند تلك المنظومات؟ يعني أنا بالنسبة لي كنت دائماً اللي تتبعها أن الموظف على أساس يبدع لازم يكون يحس بالأمن يعني لازم يكون مطمئن أنه أنه في بيئة آمنة وأنه في دعم من مديرة من مديرة له فأول ما بديت كنت مستخدم شعار تقوم بشعار وبعدين شفت أن الشعار يعني مرن أكثر من اللازم يعني وقد يخلي البيئة يعني مليئة بالأخطار يخلي البيئة متساهلة فعدلت الشعار إلى تقوم بشعار تقوم بشعار يعني ودققت أكثر شوية قلت ميك نيو مستيك ليس على مستوىك أنت على مستوى المنظمة يعني كنت دائماً إذا جاني الموظف ونسوي شيء غلط يعني فيه شيء غلط أهم شيء بس أن يقول هذا مستيك أنا سويت خطأ بس أنت تتم يعني مدام سوى خطأ مدام عرف أو شيء يعترف أنه سوى خطأ فمعناها الخطأ هذا ما راح يتكرر وتعلمنا منه بالنسبة لي يعني ينتهي الموظف سأكون مرة معصب ويأتي لك أدامي يقول مدام عرف خطأ ما تعلمت منها؟ لا تعلمت سوال صعب عشر سنين بس عشر سنين الأولى اللي معي يعني والله تعلمت منها شيء كثيرة صراحة يعني أنا يعني غير زي ما قلت لك موضوع الليدرشيب موضوع فهم الذات يعني أنا وأنا وأنا وأدرس دكتوراه كان معي كنت أبغى أدرس دكتوراه حاسب آلي كنت كنت أبغى كنت مهتم بالإحصاء بالذات مجال المشيين ليرنين كانت يعني 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 العلاقة كبيرة في الأحصاء فكنت قدمت حتى على قسم الأحصاء في الجامعة كان قسم قوي جدا بس ما كملت اللجراء كان معي واحد هندي الله تكرروا الخير كان يدرس دكتوراه معي وكان يدرس كان يدرس دكتوراه كان يدرس دكتوراه مسرف بوزنسة وذاك الوقت أقول ضيع وقت بوزنسة فلو أرجع ذاك الوقت كان ما فكرت أبد فلسة السكس كان درست أم بي اي في يعني زي ما قلت كل واحد في بيصز كل واحد في أشياء ما يعرفها والأسوأ أنه ما يعرف أنه ما يعرفها يعني مثلا أنا ما أعرف ماركتنج بس ما كنت كل وقت أعرف أني ما أعرف ماركتنج فمهم جدا الواحد يكون برضو أبن يعني عشان كده يستعين بالخبراء أبن أو منفتح إلى ما أكد الأشياء التي ما أعرفها ما أعرف أني ما أعرف أني ما أعرفها هذه أصاب فيمكن الفترة التي قضيتها في علم يعني فتحت لي أعفاق ما كنت أعرفها ولكن أعرف أني ما أعرفها أو الله يسترم اللي شاء اللي ما عرفها الآن متأكد أن لا زال بعد فيه فيه كوم فيه واحد فيلسوف قال كل ما ازددت علما ازددت جهلاً صحيح كل ما تتعمق في العلم كل ما تزيد الأسئلة عندك ما تزيد الأجوبة التحول يمكن التحول اللي يمكن قد يناسب عنوان الحلقة هذه في العشرة سنين هذه هو طبعا أنا في علم إلى يمكن إلى منتصف الفترة إلى قبل نهاية الفترة بشوي كنت دائماً أتهم أني أكاديمي أنا درست في الجامعة خمس سنين قبل ما أروح العلم ويمكن الاتهام صحيح جزء منه لأنه ما أنسى أنا لما كنت في الجامعة لما أمر في الشارع وشوف لوحة محل مثلاً مثلاً طاقة شمسية أول سؤال تبادر في ذهني في ذاك الوقت كيف هذه التقنية تشتغل كيف لون الانوفيشن اللي فيها منين الابتكار هذا بعد فترة بعد بعد علم يعني أربع خمس سنين صار السؤال مختلف لما أشوف شي غريب في الشارع مش تقع مسؤال كم يطلع فلوس؟ ها؟ ماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ يعني قريب قريب بس موب كم ها؟ لا لا وش البيزنس مودل؟ كيف يربح؟ هذا كيف؟ وش البيزنس مودل؟ كيف يربح؟ أول كان السؤال كيف يشتغل هذا؟ هذا السؤال أكاديمي هذا السؤال أكاديمي والريادي السؤال الريادي كيف يطلع فلوس؟ موب كام بس كيف يطلع الفلوس هذه؟ طيب يمكن دكتور اليوم الكثير من الشباب مهتمين في موضوع ريادة العمال أنت شرفت على علم كمؤسس رئيس تنفيذي والليوم عظم مجلس إدارة لو أقول لك سر من أسرار نجاح علم اليوم ما ممكن يكون؟ نجاح صح نجاح هاش؟ سر من أسرار علم نجاحها وانت اليوم مطلع عليها كلها من 2002 حتى يومنا هذا في سيمة دائما ما تغيب عن المنظومة في الشركات الحكومية يختلف عن الشركات الخاصة في الشركات الحكومية يعني أهم سبب للنجاح هو دعم الوزارة اللي تتبعها الشركة يعني دعمها للنجاح لأن دارة التغيير تحتاج إلى دعم من القيادة العليا وليس بسهل واجهناها حتى في تكامل لما هذا أكيد هذا تجربة مرت عليكم جديدة اللي هي موضوع مساند يعني موضوع أول استخراج تأشيرة عمل للخادمات كان موضوع مزعج تروح لمكتب العمل ويطلع لك الورقة الصفرة يعني يعني سوينا أتمة للنظام مساند بحيث أنك تطلعها تطلعها أونلاين التعديل هذا كم مرة بيكون صعب لأنه كان في مقاومة حتى من بعض المدراء يعني المسجل اللقاء أو لا نقدر نقص قص خذراك واحد من المسؤولين كان في أحد مكاتب العمل واحد كان لما طرح النظام عليه وكان فيه رولز محددة لمنح الفيزا من عدمها كان يقول ما يصير قال ليش زميلي قال ليش ما يصير يصير المواطن يعرف حقه صحيح طيب دكتور شكرا أنا معرف قصدي يمكن قصدي أنه يزعجون الناس كل واحد يبي يأخذ تأشيرة حتى لوهم محتاج يمكن هذا قصدي يعني إذا طردنا حس النية طيب دكتور أنا مؤمن أنه في أسئلة هنا أهم بكثير من كل الأسئلة اللي أنا طرحتها فودي أستأذنك ننتقل لأسئلة الحضور الكريم أي أحد عنده سؤال أو استفسار عن ما تناقشنا حوله جاهز سلام عليكم الله يعطيك العاب ما شطاني عند التحيوزات الجزء الأول مظهر كان الشخص واعي بتحيوزاته دعيه يبرر وتحيوزاته ماذا نحن؟ يبرر أساساً هل الإنسان يكون واعي بتحييزاته؟ هل ممكن تكون واعي؟ يعني أنت واعي أن عندك تحييز بس أثناء القرار ما أعرف صراحة أثناء القرار يعني لو أنت عارف أنه في تحييز راح التحييز فأنت عارف أن التحييز موجود بس إلى أي درجة يعني ما أعتقد أن تتبرر نفسك هذا دليل للتحييز نفسه يعني الغذب قصد أنه أنا عارف أنه عندي التحييز تجار بس إلى مواضيع معينة تفضل لكني في نفس الوقت فرر حق نفسي كأنه أنا مو متحييز هذا التحييز آخر أزعم بي صح؟ لا ما في حل هو ما اسمه؟ يعني زي ما قلت لكم التحييز ما لحل لحل أنك تكون واعي أنه قد يكون قرارك خطأ وتكون مرن أنك تراجع نفسك تتعيد تفكر في الموضوع مرة ثانية في وضع آخر تستشير أحد تثق فيه شكرا شكرا جزيلا تفضل السلام عليكم على مهاجر أنا عندي سؤال ممكن هو يكون شخصي كذا تقريبا الإبداع والابتكار علاقته معك مهنية أو إلهام ما اسمعك أر الإبداع والابتكار علاقته معك مهنية أو إلهام كيف تبدأ وتبتكر في الحياة المهنية في المسيرة المهنية يعني الإبداع والابتكار علاقته معك مهنية أو إلهام أه أه علاقته معك مهنية أو إلهام أه أولا تدرسه ها تدرس؟ لا ما يندرس ما يندرس ما يندرس فعلا هو مجال ومسكشن موجود في اليونيورسيتي بس إي بس يعني يعني أنا ما أبغى أقول أن أنا ما أعتقد أن أنا مبدع بحد بنفسي يعني يمكن النجاح كان هو في بناء بيئة مبدعة يعني قد ما تكون أنت مبدع بذاتك يعني بس النجاح هو أنك تقدر تبني أو تكون ضمن بيئة مبدعها وداعما لإبداع بس آخر سورة قسمة التطوير لو تقربوا لغرافون لأن أسمع كلمة وتروح كلمة قسمة التطوير والابتكار عندك في الشركة متى بالضبط أي متى احتميت فيه بالتحديد سؤال جيد سؤال جيد جداً حنا لما بدأنا في علم بدأنا زي ما قلت لكم نبني خدمات يطلبها القطاع الخاص بعد سنة سنة ونص تقريباً سنتين بسبب البيئة المرنة عندنا اكتشفت أن قسم التقنية قاعدين نطورون منتج فاستغربت يعني ما حط طلب منهم ولا شيء قاعدين نطورون منتج فعندهم وقت فقاعدوا يشتغلون في شغلة شافاها ممتعة فوقتها سوينا كنسبت بنك الأفكار فقلنا ما يشتغلون يعني أسوأ شيء صراحة أنا بس أسوأ شيء يقود المنظمة يعني البيزنس هو اللازم يقود المنظمة والآي تي منفذ منفذ اللي طلبات البيزنس ما يكون الآي تي هو اللي يقود البيزنس فااااااااااا فسوينا بنك الأفكار هذا الفكرة منه بساطة أن أي حد عنده فكرة يرسلها ويتم تقييم سريع لها جداً خمس سألة تقيم داخلياً الأفكار التي جتاز التقييم ترسل للشركة ككل تقيم من الشركة ككل وبعدين نجتمع كل شهر ونقيم الأفكار المطروحة نختار فكرتين أو ثلاث كل شهر تروح لدراسة أولية اللي اخترنا أفكارهم نرسلهم مكافأة درعة وهدية وكذا عشان تشتيع الابتكار وتروح لدراسة أولية وبعدين إذا ثبت نحن لها جدوى نبدأ مرحلة تطوير المنتج واضح دعني أضيف على سؤالك أنا على الفكرة قبل سنتين أترك علم من عشر سنوات قبل سنتين جاني درع من علم لأن واحد من الأفكار اللي أنا كتبتها في ذاك الوقت نفذت تكرمتها بعد سبع سنين وانت المؤسس أعطاني الدرع هل هي بروسس هل الإنسان لازم يكون غلطانيا باسمي بالمناسب هل يمكن يدرون أن نناس هل ضروري الإنسان يكون مبجع والعادي يكون شخص عادي وطبيعي وعملي يعني أحس دفتنا لما الأبداع هذي فيها ضغط على الناس صحيح البداع كلمة فضفظة أصلا فضفظة لا أعتقد كل الناس مبدعين بس مبدعين في نسب معين أي مبدعين في إيش يعني واحد مبدع في الرياضة واحد مبدع بالموسيقى واحد مبدع في العلاقات الاجتماعية ممتاز تفضلي السلام عليكم أستاذي كيف يمكن أن يدرون كيف يمكن أن يدرون كيف يمكن أن يدرون أن يدروننا كلمة وإن يدرون مع الآخرين فقال لي تذكر وشي قلت لي أول ما جيت هو الوزير هذي مترقي من نفس الوزارة يعني كان في الوزارة وذي نترقي إلى وزيره قلت لي أذكر قال لي أنت قلت لي وهذا يمكن للنيو ليدرز يمكن نعتقد مناسبة أنه احتفظ بزملائك اللي كانوا رفعين ضغطك لما كانوا زملائك اللي كانوا يقولون لك لا أي ونعم أحيانا لأن هذولا صادقين ومخلصين ابعد عن اللي كانوا يجاملونك وأنت كنت نائب فقال لي ترى سويتها وممتازة مرة مبسوط كان ممتاز طيب نأخذ السؤال تفضلي السلام عليكم ورحمة ورحمة الله ورحمة الله فاطمة محمد معاك في ظل التحول إلى الذكاء الرقمي وفي ظل القيادة التحولية هل يمكن للذكاء الرقمي أن يقود وإذا قاد يعني بنسبة كم سيكون أو سيقاسم العامل البشري يعني كم سيكون للعامل البشري وكم سيكون في الذكاء الرقمي شكرا لكم شكرا خلينا نروح بعد نحطها أكثر على موضوع إتخاذ القرارات هل ممكن لأي آي يتخذ عني قرار القرارات أسهل كثير بس كون الذكاء الصناعي يقود ما أشوفها واردة الذكاء الصناعي يعني أعتقد أفضل نظرة له أنه مساعد للإنسان يعني أعتبره سكرتير أو نائب عندك ما أعتقد بيوصل مرحلة أنه يقود فريق على الأقل في المنظور القريب يعني أعتقد أفضل استخدام له كمساعد كمساعد شخصي أو مساعد إداري أعتقد أفضل أعتقد أفضل السلام عليكم دكتور معاك الله يسلم كنورا العقيل أسألك سؤالين السؤال الأول بالنسبة للأساسيات لإدارة التغيير لأنه الشخص اللي يشتغل بالميجا تكون متوازنة مثلا معاه لكن هو داخل في مثلا عقلية التغيير ماهيك تريده سيكون متوازنة لإدارة التغيير تحتاج إلى تذكير أتكلم من فوق أو من تحت من فوق من فوق قسم إدارة التغيير اشتغلت فيه من منطلق تنسيق إدارة التغيير مع الإدارة العليا في الجهة المقابلة يعني اشتغلت مثلا في الجوازات مع مدير الجوازات اشتغلت في الأحوال مع مدير الأحوال وكذا مع وزارة الداخلية فيمكن ما عندي خبرة منهجية إدارة التغيير المعروفة مثل بروساي وكذا تتكلم على كيف 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 المنظمة تدير التغيير في منظمة كبيرة وثقافة كبيرة إدارة التغيير في القطاعات العسكرية أسهل بكثير يعني يجول يجول توب دام يعني وأحيانا يكون فيه تحفظات أو إشكالات عند المد منيجمنت تعالج بس غالبا هي من فوق التحت يعني تتم تتم دارة التغيير وصارت حتى يعني الوزارة وزارة داخلية في ذلك الوقت تغير ومدير أحد القطاعات لأنه كان مقاوم للتغيير كان مقاوم نعم نعم هذا بالنسبة للسؤال الأول ما قصرت فيه لكن السؤال الثاني يومنشن البداية الجلسة السيشن اللي هو الجامعة تبع لندن اللي الليدرشب تنصح في الشهادات اللي صادرة من هارفورد ستانفورد اللي متخصصة بالقيادة الليدرشب هل تضعوا الوزارة للشخص وحرير باث بغض النظر أنا ما حكيك عن السيبيل أنا حكيك عن الليدرشب هل تضعوا الوزارة أو لا تضعوا الوزارة شخصين أنت بغى موظفي يشتغل على أكسل معنا وقت جاكم شخصين واختبرتهم وكلهم نفس المستوى من الأداء واحد أخذ دورة أكسل واحد ما أخذ الدورة توظفون من فيهم اللي يوظف اللي أخذ الدورة يرفع يده اللي يوظف اللي ما أخذ الدورة يرفع يده أنا بدون تردد أوظف اللي ما أخذ الدورة بدون تردد ليش؟ لأنه علم نفسه نعم بكرة بغى يتعلم شيء ثاني يقول يا أبو روح أخذ الدورة تعلمها صحي لأنه عنده قدرة التعلم فموضوع الشهادة حطيه على جنب لا موضوع الوزارة موضوع الدورة نفسها موضوع الدورة نفسها أنا أخذ دائما أنصح فيه بشدة وليس لازم بشدة يعني أنا المركز اللي أنصح فيه أولادي ما بعد سواه إلى الحين واحد قاعد لاحقه زين اللي هو اسمه CCL yardım قvisل الذي المساعد النفس جهر Mick المدينة المدينة فمع معي مدينة الشهادة المدينة C.C.L أكاديمي اللي حابين يصيرون أكاديمي سؤال الله أهتمام وليس تحول في أسلوب التفكير لما تشوفين شيء يلف تنتباه الاهتمام وشو ممتاز دكتور شكرا لك جلسة رائعة شباب يقف أمامك رسالة أخيرة شباب يقف أمامك رسالة أخيرة ما ما خلتنا جهز لا أنا بفاجئك فيها للشباب يمكن اللي يخطر في بالي بسرعة الحين اللي هو تعظيم الخيارات إذا عندك خيارين أمامك A و B بعد ما توازن بينهم إذا هم متشابهين في كل شيء شوف الخيار اللي يفتح لك خيارات أكثر في المستقبل لأنك ما تعرف يعني زي ما قلت أنا لما كنت أدرس كنت أقول الانبياء هذي ما لها معنى لو أني فكر في هالطريقة كان لا امبياء يتفتح لك خيارات أكبر حتى لو ما بغى أصير في الإدارة فالخيار اللي يفتح لك خيارات أكبر في المستقبل هو الأفضل القصص الناجحة تبدأ برؤية طموحة والقصص الناجحة أيضا تصنع أمجاد عظيمة انتهت الجلسة شكرا لكم شكرا 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 قمات بك نحن دعوان نحن